السيدة مزينب رجعت تفضل يا أستاذة مزينب في زيك يا عم الشيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية يا رب العالمين يا عم الشيخ أنا دلوقتي بديها كبيرة قوي ومعي أربعة عطال ومعي أبيها متوفين الله يرحمه يا رب وأنا دلوقتي ينفع بيع كليتي وصد الدين اللي علي دوت عشان مش عارفة عيش بي وأنا بس هنجد السيدة انتصار استيسي بالنية سعيدني هجاوب على حضرتك يا أستاذة مزينب أجاوب على حضرتك حاجة مزينب أولا احنا ما عندناش حاجة اسمها في الشرع الشريف بيع الأعضاء ما فيش حاجة اسمها بيع الأعضاء خالص بيع الأعضاء لا يجوز ليه بيع الأعضاء لا يجوز لأن الأعضاء بتاعتنا جسدنا ده مش ملكنا جسدنا ده مش ملكنا ولذلك لا يجوز أن الإنسان يجرح نفسه كده أن الإنسان يجيب أي حاجة ويجرح نفسه ده حرام فمن بقى أننا بقى التعدي على الجسد ده فلذلك احنا لا جوز ان الانسان يفرط في اي جزء من جسده في مقابل مالي لا جوز ده خالص لان انا لو بعت لو حبيت ابيع الستوديو له ما اقدرش ابيعه ليه مش ملكي ليه مش ملكي ملكي حد تاني ملكي المؤسسة فما اقدرش ابيعه فما حدش يقدر يبيع حاجة مش ملكه فكذلك اند ميتقدريش تبيعي ولذلك احنا لا يجوز عندنا اعضاء لان الانسان لا يدخل تحت الملك لكن التبرع ده ان الانسان يتبرع بعضه من اعضاءه عشان ينقذ انسان اه ده جائز ده وجائز بالشروط كمان يعني جائز بالشروط انه فعلا نكون يغلب على ظننا ان ده يكون في نجاة الشخص المنقول اليه الحياة التانية ان الشخص ده اللي هو نقل العضو ده ما يكونش فيه خطر على حياته وانه هو يستطيع انه هو يعيش بده وعشان كده ما ينفعش ان واحد يجي يقول والله انا عايزه بيعيش ما فيش الكلام ده حتى لو كانت التجارة دي موجودة في بعض الدول اللي بتدعي ان هي راقية لا ده حرام وممنوع وده لا انساني هذا التصرف تصور لا انساني واحنا نعتبر ان بيع الاعضاء نوع من انواع الاتجار في البشر فلا يجوز ان الانسان يعمل كده نعم